ثلاث سنوات مضت على اهم تحول في مسار العراق بعد الاحتلال الامريكي وخطوة جريئة مشهونة بالوعي الشعبي نحو استعادة سيادة البلاد وتخليصها من الطبقة السياسية الفاسدة ثلاث سنوات مرت على انطلاق ثورة تيتشرين التي انفجرت نتيجة تراكمات غضب شعبي واحتجاجات متفرقة وانتفاضات عديدة ضد الواقع السياسي والامني المر حتى شكل شباب تيتشرين نقطة تحول في صراع الشعب مع الاحزاب الفاسدة عندما شخصوا ازمات البلاد بكل وضوح وايقنوا ان لا حل الا باسقاط النظام السياسي برمته ولعل هذا مميز ثورة تيتشرين وعطاها عمقا وزخما شعبيا ضمن لها ان لا تكون مجرد احتجاجات عابرة يمكن اخمادها او الاتفاف عليها واسقاطها في شرك الحيل السياسية ومنذ انطلاق ثورة تيتشرين فقدت الاحزاب حواضينها الشعبية وتعرى وجه الميليشيات واتضح مدى خطر الهيمنة الايرانية على الايراق فهتف المتظاهرون ضد الاحتلال الايراني واحرقوا مقر الاحزاب ودفعوا من اجل ذلك مئات الشهداء والاف الجرحة في سلسلة مجازر ارتكبتها الميليشيات والقوات الامنية ومن ثمار ثورة تيتشرين كذلك انها عجلت بشيخوخة العملية السياسية واوصلتها الى حافة الانهيار حيث لم يشهد العراق تخبطا سياسيا كما هو حاصل خلال السنوات الاخيرة اذا ان الاحزاب ادركت ان مطالب العراقيين لم تعد مجرد توفير الخدمات وترقيع بعض الجوانب وانما لخص ثوار تشرين كل مطالبهم بعبارة نريد وطنا عبارة حددت الفارقة بين احتجاجات من اجل مطامع سياسية من هذا الطرف اوذاك وبين ثورة لن تتوقف حتى تحرر العراق من الاستبداد والفساد والمحاصصة الطائفية ثورة تشرين ككل ثورات احرار العالم تمر بمراحل فتور وتصعيد لكن لا يمكن اخمادها لان مقوماتها حاضرة في ضمير كل عراقي حر